نشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية الشركة الرائدة في إدارة الأصول أكد سعادة السيد ياسر بن إبراهيم أحميدان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الحرص على مواصلة تطوير وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية واتبع أحميدان بأنه في هذا الإطار وبعد مراجعة فعالية الخدمات المقدمة والمتطلبات وأثارها على سير العمل سيتم إلغاء تسع عشرة استمارة وقائمة كان يشترط ارفاقها سابقا في الطلبات مما سيساهم في خفض متطلبات تسع عشرة خدمة من الخدمات الرئيسية التي يقدمها المجلس وذلك بما يتوازى مع ما يوليه المجلس من اهتمام لتحسين وتطوير الإجراءات وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية كيف تعمل هذه الخطوة على تطوير وتبسيط إجراءات المناقصات والمزايدات الحكومية أمس عليكم أستاذ المشاهدين بكل خير وأشكركم على تاعة الفرصة لأن نوضح أهداف وغراض إلغاء تعميم رقم 9 لسنة 2021 مثل ما نتعارفين أن المجلس منتهج استراتيجية واضحة مؤخرا في تبسيط الإجراءات وأن نكون قريبين من الجهات المصارفة واحتياجاتها ونكون شركاء معاهم في تمرير مشترياتهم الحكومية وطبعا من خلال المراجعة الدقيقة للإجراءات والدورة المستندية حد 19 خدمة رئيسية يقدمها المجلس للجهات المصارفة وجدنا في عدد من الاستمارات الغير ضرورية بحيث أنها موجودة متطلباتها ضمن الخدمة نفسها وبالتالي اختصارا للوقت ودقة المعلومات الموجودة قمنا بالغاء هذه الاستمارات البالغ عدد 19 استمارة طبعا هذه الاستمارات تضمن بعض المتطلبات اللي موجود اليوم في تقديم الخدمة من خلال متطلب آخر داخل الخدمة فبالتالي يلغاء هذه المستندات أو الاستمارات وهو القوائم بيحقق لنا دورة مستندية أقل وبالتالي إسراء في إنجاز الخدمة وتبسيطها على المستفيد اللي هو الجهات المصارفة وكذلك رفع جاودة الخدمة بحيث ما يكون فيه تضارب بينه وبين المعلومات الموجودة في المتطلبات الثانية طبعا بس للعلم هذه الاستمارات اللي لقيت تقريبا تدخل في حوالي 9500 طلب سنويا يتضمن هذه الاستمارات فالقاءها اليوم بشكل تخفيف وتبسيط للإجراء بصورة كبيرة على الجهات المتصرفة نعم يعني سعادة الأمين العام ما هي المعايير التي تتبعونها لضمان الكفاءة والشفافية في عملياتكم خاصة بعد هذا القرار فيما يخص اللي سألنكم التساءل عن المعايير اللي نتبعها في المجلس لضمان الكفاءة والشفافية في عملياتنا طبعا احنا كمجلس نمارس عملنا ضمن قانون تنظيم المناقصات المزادة العكومية ولأحد التنفيذية وجميع القرار الصادر في هذا الشأن وبالتالي التزام تام بما نص عليه القانون في مجال الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص وإلى آخر من ضمانات حقق المشارع من خلال هذه القانون طبعا جميع الطلبات تمارل من خلال كادر وظيفي متخصص ومؤهل وحنا حرصين دائما على تأهيلهم بحيث يقومون بالخدمات وفق المنهجية الموضوعة وتمرير الطلبات من خلال النظام الجاودي المتبع عندنا والمحطات الواضحة في المراجعة والبحث والفحص فبالتالي هناك ضمانات كثيرة لضمان وجود الشفافية والكفاءة الغاء الـ 19 استمارة اليوم بالعكس بعزز المنهج بحيث أن نسرع من الخدمات وتكون دقتها على بحيث ما فيه كما ذكرنا قابل ما فيه تضارب بينه وبين أي متطلبات أخرى وبالتالي التوصيات والقرارات تكون دقيقة بالتأكيد سعادة المهندس جمال عبد العزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر بمنتدى صناع في الإمارات في أبوظبي عن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرض مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي وهو ما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من ألفين منتج في خطوة تشجع التصنيع المحلي وأوضح الجابر أن المبلغ يتضمن 20 مليار درهم من شركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنوك وثلاثة مليارات درهم من شركة بيور هيلث القابضة توقع بنك جولدمان ساكس أن يبدأ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعدما كان يتوقع في السابق خفضها في يوليو وأوضح البنك أن تصريحات مسؤولية الفدرالية الأخيرة تشير إلى أن خفض الفائدة في يوليو قد يتطلب ليس فقط بيانات ضخم أفضل ولكن أيضا علامات على ضعف النشاط في سوق العمل ولا يزال جولدمان يتوقع خفض الاحتياطي الفدرالي للفائدة مرتين خلال العام الحالي ما يعني أن خطوة الخفض التالية قد تكون في ديسمبر وفي أوروبا أرسل البنك المركزي الأوروبي إشارة واضحة يؤكد فيها أنه سيخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها التاريخية الأسبوع المقبل إذ تجاهل كبير الاقتصاديين في البنك المخاوفة من أن يؤدي القيام بذلك قبل الفدرالي الأمريكي إلى نتائج عكسية ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي الآن شبه متأكد من أنه سيكون من أوائل البنوك المركزي الكبرى التي تخفض أسعار الفائدة بعد أن تعرض لانتقادات لكونه آخر من رفعها بعد أكبر موجة تضخم منذ جيل ترجمة نانسي قنقر